بتشريعات نوعية يشارك المشرع الاحتفال بيوم الطفل العالمي في العشرين من نوفمبر من كل عام بحزمة من القوانين التي أقرها البرلمان دعما لأجيال المستقبل الكويت سعت جاهدة إلى إقرار عدد من التشريعات التي تساهم في حفظ حقوق الطفل وتحسين رفاههم أبرزها قانون حقوق الطفل الذي يعمل على تنظيم الحقوق من النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية ويتي منسجما مع روح اتفاقية حقوق الطفل الأممية وفي الاتجاه نفسه أقر مجلس الأمة تعديلت قانون الأحداث لتتيح مضل أوسع لحماية النشأ حيث خفف القانون بعض الأحكام على الحدث حماية له وفضلا عن عدم الحكم على الحدث بالغرامة المالية وهو في سن لا تسمح له فيها بالعمل ولوضع تدابير الحماية والوقاية إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة جاء قانون الحماية من العنف الأسري والذي نص على تشكيل لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري إلى جانب مراكز إيواء لضحايا هذا العنف تكون مكملة لمراكز حماية الطفل ولحفظ كيان الأسرة وترابطها جاء قانون محكمة الأسرة الذي بموجبه ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإذاء حزم من التشريعات والقوانين أقرها مجلس الأمة دعما لحقوق الطفل في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية باعتبارها ثروة الكويت ومستقبلها ترجمة نانسي قنقر